مشاهدين وفي ملف الدفع الألكتروني وما حققته الحكومة بهذا المجال ناقشه مع الخبير الاقتصادية سيد مصطفى أكرم أهلا بك سيد مصطفى كيف ترى هذه الخطوة من بعدما هي غير مألوفة اليوم في العراق يتحول العراق وزارات الدولة وأيضا حتى السوق بالتعامل الألكتروني هل ترى أن ذلك ممكن في عام 2024؟ نعم بدأتنا حضراتكم وراحبا بمشاهدين قناتكم الكرام برأي أحسنة الحكومة العراقية باتخاذ قرارها الذي في 31 عشر قرار ميليس الوزراء بجملة من الإجراءات هذه الإجراءات هذه المرة حولت الدفع الألكتروني من دعوة إلى حقيقة على أرض الواقع وأن كانت أتت على بعض الأرباح بعض الأمور سنجعل شرحها للموظفين لكن بالنتيجة تقابة الدفع الألكتروني في العراق تأخرت كثيرا نحن الدولة العراقية اليوم لديها حقيقة موقف سيولي هذا موقف سيولة يظهر فقط الأموال التي تدخل داخل ست الدولة ومصارف تعاملات يتحدث بالسوق الدولة العراقية لم نكن من معلومة عنها بالتالي السيولة العراقية لما يسألونها لما نريد اطبع عملة جيدة لمن كثير من الأمور لم أعدنا معلومات عنها حتى بعض الأشاعات تطلع عن العملة العراقية مؤلمة بالنسبة أنه لا يمكننا نجاوب عليها الدولة حتى لا يمكننا تجاوب عليها ليه أن لا يكون دفع ألكتروني ما عدنا معلومات عن كمية الصروف والإداعي للدصير بالسوق العراقية مجلس الوزارة تأخذ جملة من القرارات اللي حقيقة أنا برأيي جدا صحيحة أول شي لجان المشتريات الحكومية هذه اللجان اللي يفترض من السنة المقبلة بعد متوح تشتري بالكاش تشتري بعمل الدفع الإكتروني فهذا حيؤدي لأن أصحاب المحلات أصحاب المولات الكبيرة اللي تسوق منهم الدولة اللي تشتري منهم المؤسسات الدولة كلهم رح يصرعدوا مشنو أجل الدفع الإكتروني ويستلمون هذه الأموال بالدفع الإكتروني هذا واحد اثنين مؤسسات الدولة اللي عندها جباية يجب من السنة المقبلة أن تتمتلك جهاز البوأس وتقوم بعملية الاستنام الأموال جباية عن طريق الدفع الإكتروني ثلاثة الموظف خلننتبع لها النقطة مو راتبة الراتب لا ما أحد جاي أمه راتب يستلمه بشكل كامل يدي سحبه كاش يدي يخليه يصرف به برعته لا الأرباح الحوافز المكافآت الأورتاين 20% فقط ما تنسحب من الماستر كارت تبقى عندها بالماستر كارت وحقيقة يعني فهذا شيء أنا أعتقد جدا صحيح هاي وين يستخدمها؟ هاي يروح يدفع بالبنزي خانة يروح لأي سوبر ماركت أسواق عملية نشر الأجلة البوأس أصبحت جيدة اليوم نمتلك 23 ألف جهاز طبوحنا نصل 800 ألف سيد مصطفى يعني هذه النقطة أريد أن نستفسر عنها أكثر هي 20% من الحوافز والمكافآت لم تصرف كاش وإنما تبقى في الماستر في البنطاقة الإلكترونية هي قابلة للصرف لكن الإلكترونيا فقط بالضبط حقيقة أني أستخدم هاي الثقافة منذ فترة بالبنزي خانة لما أريد فول السيارة بنزين لما يأخذ من عندي فؤلاء فلس حاليا مجانين هاي الخدمات لما نروح لأسواق السوّق أدفع إلكترونيا ما تأخذ العملية أقل نص دقيقة مجانا ماكو أي دقش اسمه راح تضع حسب قرار ميسي وزراء في هذا الشهر تمت اتفاقيات راح أكون سياسة تسعير سياسة تسعير ستكون بسيطة جدا يعني أرخص من الكاشر أنت حاملة أرخص من خطورته وكثير من الأمور أستاذ مصطفى أنا اليوم من أريد أشجع على خطوة اللي هي الدفع الإلكتروني خلي نقولي عامة الشعب يتعامل مع الأسواق مع الموالات أنا شلون أشجع حتى يعتمد نظام الدفع الإلكتروني مثلا منافذ البيع التسوق أنا غير مثلا أسجل له ولو أرباح بسيطة جدا هامش من الربح بسيط حتى أشجع يتعامل بالدفع الإلكتروني مثلا ممكن أي مواطن يروح يقول أنا ما عندي جهاز هاي وحده اثنيا هواية أمور تحتاج توضيح للمواطن من هذه النقطة من دفع الإلكتروني ما إلى ذلك شلون أقدر عبيها اليوم أنا عندي بطاقة شلون أقدر عبيها من منافذ الكيكاد الموجودة منافذ الصرف اللي موجودة بجميع المناطق بالقرى بالأرياف أم لا حصرا بالمصارف وهي راح تواجه مشكلة الناس اللي بالأرياف بالمناطق الناي راح تواجههم مشكلة أجع الشق الأول من سؤال حضرتك حاليا هي الخدمة مجانية للمواطن ننتقل ثقافتها ضعيفة فإذا أخذوا نسبة معينة من الأرباح قد المواطن يصيروا عنده عزوك أنا ما أحكي عن الأرباح أحكي عن الأسواق حتى أشجع الناس أشجع الأبو الأسواق نفسي معتمدين على اعتبار حاليا هو أول إن الجهاز قاعد يمنح له مجانا أغلب لجهزة مجانا هذا الجهاز يمنح له مجانا مقابل شنو هو طبعا جهاز إلى سعر يصل إلى ألف دولار بل أن أعتقل من بداية السنة المقبلة سيكون هناك تسعير بسيطة جدا أرباح إلا وأرباح للشركة ثلاثة مجلس الوزراء فتحت تقديم على الشركات الدفع الإلكتروني من الشركات المختصة العالمية والمحلية يعني كان قبل شركات محددة الآن المجلس الوزراء بمساعة البنك المركز سيجيبون شركات أكثر وديها قدرة على نشر أجل البيو اس ونشر آيتيمات وإصدار بطاقات أكثر فحيكون هناك تنافس هذا التنافس سيؤدي إلى الربحية لكن الربحية معقولة لكل شركة أجي على عملية التعبية التعبية سموظف هو أوتوماتيكيا يتعبع عن طريق الراتب أجي إلى حالة أني خلص ما تريد أجسوي عملية التعبية حاليا التعبية تكون عبر المصارف وفروحها وتكون عبر الشركات الدفع الإلكتروني اللي أنت أساس عندك تعامل معهم مستقبلا أكو في قرارة مجلس الوزراء خاصية أنك من خلال الموبال تشتريه رصيد من خلال الموبال تشتريه رصيد هذا الرصيد تكون على شكل كارتات هذه السياسة التسعيرية الآن دي تتم عملية دراستهم السنة المقبلة هتنطلق وتكون مفهومة جدا للمواطن بس أنا أدعو الشعب العراقي للاستمتاع بهذه الخدمة المجانية الآن الماستر كات الآن مجاني وطلبها من أي مصرف في عجبك رح يجيب لك البيت مجاني اثنين تقدر تعبيه بشكل مجاني ثلاثة تروح تشتري للي عجبك بانزين أي سوبر ماكت تسوق وتدفع بالسعر اللي تحدد له من الجهاز مالتي ما تدفع ولا دينار فخل نستمتع ستشتري بالخدمة وراها من تجي التسعير خل المواطن يحكم لكن بالنتيجة أنا أدعو المواطنين التحرك نحو هذه الثقافة هذه الثقافة ساعد على تقوية العملة العراقية ساعد على قراءات مالية كثيرة في التحرر والمال اللي نتوجه لحاليا طيب بالنسبة للأسواق بالنسبة للأماكن الخدمية التي يقصدها المواطن من الممكن أن تكون هذه الأجهزة غير متوفرة وأصحاب هؤلاء الأسواق يقولون بأن أو لم يمتلكون الثقافة لإمتلاك مثل هذا الجهاز هل هناك إجراءات تفرض عليهم استخدام هذه الخاصية أم أنها ستبقى بحسب الرغبة وبالعروض التي ترغب مستخدمين هذا الجهاز إلى اقتنائه في هسا حاليا الحكومة نشر قدرت أن تنشرع عن طريق المصارف حقيقة عن طريق يعني بعض الجهات اللي ساعدت الحكومة 23 ألف جهاز بيو اس طبعا هذا الرقم قليل طموحنا نصي إلى 800 ألف جهاز 800 ألف جهاز أنا أعتقد راح يكون العراق يعني بأي منطقة حتى على مستوى الفرع البسيط كل محل محلين عدم جهاز بيو اس بزيء عملية نشر الأجزاء للمحلات هسا الحكومة قاعد سوى عميات مفاوضة مؤدبة وأنا مع هذا النوع يا بأت محل وعندك أرباح هذا الجهاز مجاني هسا الجهاز مجاني ليش دي يرضى خلي يمك إجاءه واحد آنا رجال ما يدي شي لفلوس أريد أجيب أدفع لك في المستقر ليش دي يرضى فبالنتيجة هو ماكو شي اسم غصب أكو شي اسمه أكو ثقافة يتنتشر نطيق جهاز مجاني البطاقات مجانية أكو جزء من الراتب الطمر رح ينحجز بالبطاقة يقدر المواطن يصرف منه فهي ثقافة بسيطة وأي دولة سافرها الآن موجودة فبالنتيجة البائعين أصحاب المحلات المواطنين خلي يساعدون الدولة ويساعدون هذا القطاع اللحن بيه قطعنا من الكاش وعدم وجود الكاش والمشاكل قد ننتجه باتش العقبة للطبع إذا ما عرفنا الكاش وين موجود هذا يأثر على التضخم بالتالي التضخم كنا رح نتأثر سواء كانت دولة أو غير الدولة فبالنتيجة يعني أنا أقول للشعب العراقي أنتم مثقفين واذكياء وسهل الموضوع عدكم ماستر كار طالبوا أهل المحلات قلوا أين المواطنك البيعون سيدة فعلك الكترونيا اليوم ما عنده رح يشوفك الطلب هو يروح يجيب جهاز وحالي أجزة مجانية طيب بالنسبة لوزارات الدولة هل هناك وزارة اليوم اكتفت بهذه الآلية في الدفع والاستخدام واكتفت من الكاش استخدامه السنة المقبلة ضمن قرار ميليس الوزارات جميع وزارات الدولة لازم تمتلك آلية للجباية بشكل الكتروني وجباية آخرى بشكل كاش يعني اثنينات هل سي ممكن على بعد فترة بعد ستة شهر بعد سنة يجب فقط الكتروني الدفع يعني بس احنا الدولة هي متل بالتالي الضيق المواطن هي ثقافة ثقافة حقيقة جدا لطيفة بس المجتمع ما يحتاج ده وقت عما يتعلم عليه وانا متأكد بعد فترة راح نشوف ما هيشي الكاش كلها ماستركات هي بديها ويدفعها بشكل مباشر ومبالغ بسيطة جدا حتى ما تسوى ستشتري محفظة محفظة سعر المحفظة كفكسنة الدفع للكتروني مالتها نعم ومواكبة أيضا مع التطور العالمي مع التطور مع الرصيد وعالأمان نعم الخبير الاقتصادية سيد مصطفى أكرم شكرا جزيلا نضمامك أحسن أحسن